شكرا لك أن تساعد المساعدة هذا هو اسم المساعدة أعلم أن لا أعرف الكثير عن الإسلامية وذلك أتمنى أن أتعلم بكثير من المساعدة شكرا لك أن تتكلم عني ومنهم أجمعين تعرب عن الشكر بأنه مستلم الكتاب ومنهم من يقول بأنه لم يكن يعلم شيئا عن الإسلام ولكن بفضل هذا الكتاب ستتاح الفرصة له ليعلم المزيد عن الإسلام في مستقبل أيامه نحن لم يكن لدي المساعدة للمساعدة منهم ولكن هناك أحد أشخاص هنا هذا من أسفة بيل كلينتون تساعدت هذه المساعدة هيلاري رودان كلينتون تساعدت هذه المساعدة هي تقول تساعدت هذه المساعدة لكثير من أجمعين شكرا لك أن تتكلمني بطريقة أجمعين شكرا للمساعدة من المساعدة مستقبل أيامه نحن لم يكن لدي المساعدة للمساعدة منهم ولكن هناك أحد أشخاص هنا هذا من أسفة بيل كلينتون تساعدت هذه المساعدة تساعدت هذه المساعدة هيلاري رودان كلينتون هذا هو اسمها تساعدت هذه المساعدة أشكركم على أن تذكرتموني بإرسال هدية تحمل مغزا خاصا وأشكركم على تذكري بهذا الأسلوب now this is the response we get الحمد لله الحمد لله the people are civilized they have learned the lesson from the Quran Allah tells us in the Quran لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِذَنَّكُمْ if you are grateful Allah will give you more we have forgotten that we have forgotten that of saying shukar you know I know if I send that amount of books to our rulers I don't think I will get half a dozen responses they say in their hearts they say الحمد لله شاء الله very good may Allah give them and do that long life in Jannah all that he'll give me but to write a letter to say thank you is very very difficult for us but these people they show that courtesy common courtesy they have they are following the Quranic injection لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِذَنَّكُمْ وَطَبْعًا هذه الرسائل التي وردت منهم لا شك أنها تتفق مع روح آية في القرآن الكريم لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ إنها تعبيرا عن الشكر الشكر على أن أرسلت إليهم هدية على شكل هذا الكتاب الذي عنوانه الخيار بين الإسلام والمسيحية ويقول الشيخ أتخيل لو أنني أرسلت نسخا من هذا الكتاب إلى كل ذي شأن في عالمنا الإسلامي والعربي لا أظن أنني سأحصل على مصف هذا العدد من رسائل الإجابة والشكر التي حصلت عليها من إرسال الكتاب إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي هل أن يعطي البعضات difficult هل أن أبد لا أعطي إلي 30 سنوات 30 سنوات إنه سطر ونقاط إنه مرة شخص 30 سنوات لطول 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 ونطلق ونسر لطول ذلك لطول في الطول في الولايات في سبيل المال أو العردن يمكن أن يقول صباح سيدي صلى الله عليه وسلم إذا كان لديك 60 سنوات، دو دو سنوات، دو سنوات، إذا كان لديك 90 سنوات، دو سنوات، أنا أريد 30 سنوات في مرة أخرى، أنا سوف أعطي المساعدة للمساعدة، وأنا سوف أعطيهم للمساعدة، واجه الله، لفاق الله. يستعدون لتحصيل العلم في خارج المملكة، أو لمواصلة دراساتهم في الغرب. هؤلاء الطلاب ليعلم الجميع أنهم حين يذهبون إلى تلك الدول، فإن المنصرين هناك ينتظرونهم وقاعدون لهم بالمرصاد. بالنسبة لجهات التنصير في الدول الغربية، استيادوا واحد من هؤلاء الطلب العرب المسلمين من بلد كهذه، هذا هو يشبه الوصول إلى الماس، الجوهرة العظمى، بوسعهم أن ينصروا أعداداً من مسلمة، أو من طلاب بانجلاديش، والفلبين، والهند، وإثيوبيا، وتنزانيا وغيرهم. ولكن هذا تمصير واحد من هؤلاء مثل الحصول على طن من الفحم. أما تمصير عربي، مسلم، ولا سيما إن كان من أبناء هذا البلد، فهو مثل العثور على جوهرة ماسية. ولهذا العرض هو كالآتي، يقول الشيخ أنا على استعداد أن أنظم دورة تدريبية لهؤلاء الطلاب الذين يتوقعون سواء في المستقبل القريب أو البعيد أن يذهبوا إلى دول غربية لمواصلة تعليمهم. ونظم لهم دورة تدريبية بشرط أن يكونوا في حدود الثلاثين طالباً، ويكونوا على إلمام باللغة الإنجليزية. الدورة التدريبية هذه ستستغرق ساعتين، في خلال الساعتين سأعلمهم فيها كل التقنيات وكل ما يحتاجون إليه للتعامل مع هذا المجتمع الذي سيذهبون إليه. كيف يتعاملون مع النصارى، وكيف يتعاملون مع المنصرين، بل وكيف يتعاملون معهم ليحولوهم هم إلى الإسلام، لنبتلعهم نحن ونأخذهم إلى ديننا. هذه الدورة تستغرق ساعتين، ليس شهرين ولا أسبوعين، ولكن ساعتين اثنين فقط. والشيخ يقول أنا على استعداد لأن أحضر إلى هنا، على حسابي الخاص، لا أريد تذاكر سفر، ولا أريد تأشيرات، ولا أريد أي شيء، عندي كل شيء، وبإمكانياتي، وبعلى حسابي الخاص، أنا على استعداد لأن أحضر وأنظم هذه الدورة لثلاثين طالبا، وإن كان هناك أكثر، ستون طالبا مثلا، فعلى استعداد لتنظيمها لهم، ولكن على مرحلتين تسعين طالبا، فعلى ثلاثة أيام، والعرض مفتوح ومقدم لكم لجامعة أم القرى ... ... ...